السلام عليكم ورحمة الله طبعا اليوم النهاردة الروتين ده قوي جدا كنت انا صيمة والروتين هيجبك او جد لا تتخلوش علي باللايك اهم حاجة اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ازا ما انتم شايفين اعملتي كل حاجة حلوة في الفيديو ده مغبوزات وعملتي عيش باللحمة وحوابش شو بتقول لك علي ايه وعملتي روتين قوي جد والله هيجبك بس اهم حاجة اللايك اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وصلوا كده على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لي ما اشتركش في القناة اكيد حطوا لايك بس واشتركوا في القناة الاشتراك ده ببليش خالص واللايك ببليش وكمال خزنتي البسلة وخزنتي كمال الكروم تغريقة سهلة جدا والبرتقال كمال خزنته يعني ما تبخلوش علي باللايك طبعا احنا دخلنا كده صحيحنا من النوم زي باي حد اي ست بيت شطرة بتعمل الروتين ده دخلت طبعا غيرت بفرش السرير كده ويقنست القوضة بس طبعا اوليش اكنسها معاكم اوليش اكنسها معاكم قبل كده كتير خالص على طول كده مرة في الروتين بكنس القوضة وطبعا ده العلاق بتاع خديجة طبعا لازم يكون جمبي على طول وانا ايه جم السرير على طول ده الفوتة بتاعتها لما انا شيف لها بيها بصو المكان نظيفه هوت وطبعا الفوت دي كنت انا غسلة كنت غسلة حبة فوت كده وقلت ايه اطبعا معاكم بردو وهوريكو التطبيق السهلة لأي حد يعرف يطبق الفوت انا اطبق الفوت كده على طول من الساعة ما تجاوزت انا مرتبردت بالفوت كده محبت الفوت بالنظام ده بيكون شكلها حلو جدا في الديليب وشكلها شيء كمان بيكون شكلها حلو لازم ترتب الفوت بتاعتك بيكون شكلها شيء جدا في الديليب بصو بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين كده وتليف فيها واحدة كده واحدة كده اهو بصو بالنظام ده يعني بصحى بدري يوم لما بزيت لما كنا انا صايمة وكمان بنتي يوم لما بتروح في درس عشان الدرس بتاعتها بعيد مش في نفس المنطقة او كده انا اللي بيوديها وساعة باباها بيجيبها يعني بصحى بدري وخلص اللي وراي عشان يوم بزيت يوم الدرس بتاعتها وكمان انا صايمة عملت الاكل بدري عشان لو تأخرت في الدرس اجي حط الاكل على طول ويكون ايه الوقت معايا طويل بصحى في بدري اه زي ما شايفين يا بناك تطبيق تلفوت بطريقة سهلة جدا مصعبة ولا اي حاجة اي حد يعرف يخش يعمل انا ساعة بعملها كده وساعة بعملها ومسلس تغيير يعني بس ما تبخلوش اهم حاجة اللايك اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا بناك اللايك ببلاش والله اي حد يعمل لايك بصو طريقة سهلة جدا والله يا بناك ان شاء الله النهاردة بنعيش الفرن اللي موجود عندك اللي انت بتجيبيه من بالبطاقة التومين وكده عادي تعملي احلى حووشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان عن اعمله مغبوزات حلوة وعن خزينه البسلة وعن خزينه الكرمب بطريقة سهلة جدا اي حد يعرف يخش يعمل يخزين الكرمب بطريقة سهلة والبسلة كمان تقعد معاك بدل السنة سنتين لايحصلاش اي حاجة طبعا انا مطبقة الفوزة ما انتم شايفين هعطف الدلاب كده ودية الطاقية بتاعت الخزيجة كده طبعا ارتبت لبقى القوضة وقلت ايه نزلت جبتها حاجات من السوق من السوق تحتية يعني بقية في واحدة فتحة كده بنزل اجيب منها حاجات اجيبت منها برطقان وجيبت منها البسلة للتخزين وكان عندي الكرمب بايا ديت انا كنت مخزينها وقدت جايبها من كم يوم كده وحطاها عندي وقلت في اي وقت مفضى كده ايه اعملها قلت في الوقت ده انا كده انا صحي اعملها وكده ده ده كنت سكري انا بحب سكري او كنت تجايبها الكيلو ونص بعشرة جنيه والبسلة الكيلو ونص بعشرة وطبعا كنت جايبة بصل بس كنت جايبة خطارك حاجات تانية جده موليتش اوارها معاكو يعني كنت جايبة طماطم كنت جايبة بصل كنت جايبة لحمة لازلت جبت لحمة مفرومة دي لحمة من عند الجزار انا محبش اللحمة المستورات اقول لكم الصراحة بحب اللحمة البلدي اللي بجيبها من عند الجزار طبعا حطيت مية على النار والمية دي بتكون فيها حبة ملح وحبة كمول الكمول لي بقى عشان طبعا الكرومب ده في بيوجع البطن طبعا لو عنده قولون بيتعب وكده لازم تحت حبة كمول في المية نصو بطريقة سهلة كده ما تجيبش الكرومبايا اللي متكبسة جامل جيب الكرومبايا المهوية عشان تعرفت تسلوئيها ويورق لما تيجي تسلوئي ما يتهراش منك اتفقنا اهود واقولي كمان الكرومب يقعد عندك سنة والله ما هيحصل له حاجة في الفليزة بس يعمليه بنفس الطريقة كده وهو يقعد معاك والله بدل سنة سنتين بس خليك معاك في الفيديو عشان اقولك كل حاجة بصو شايفون اللحمة انا جايبها حمرة مفاقش دهنة خالط هي اللحمة الغالية طبعا اللحمة الكيلو مية وخمسين جنيه بص انا بجيبها بالعند الجزار انا برتاح للجزار ده بجيبها منه بتكون حلوة اه بصو انا طبعا بحطه في المية زي ما نعطي لكم ملح وحب الكمون وفي الكرومب بزياد عشان تحتفظ بيه يقعد فترة طويلة بيحصلوش حاجة في التلاجة وما يتهراش منك اول ما تحطيه في المية كده على طول بالضبط دقيقة دقيقة اطلعي على طول اول ما تعدد دقيقة تطلع الكرومب ده على طول من المية عشان ما يتهراش منك عشان طبعا لسه التلج بيخليه يستيوي اكتر في الفيليزر دفعنا لما تحطي المزات الكرومب في الفيليزر وهو مستيوي جامد ولسه كمان التلج بيخليه مستيوي اكتر بيبوس دي اكيدة وتطلعي على طول دقيقة والطول على طول وعلى طول مع شان ما يفضلش السخرية دي تهريه اكتر تحطيه في مية استطاعة او المية استطيعه اي مية ساعة من المية ستتسابقها وعاديا وتعطيه تحت المية الساعة على طول دلوقتي افتح الحلفية وتعطيه تحت المية عشان ما يترش منك عشان ارتفظ في الفيليزر ما يبص خالص يفضل زى كده بالزبط طبعا وانا وقفة كده كنت بعمل البسلة وقلت وانا وقفة شوية نعمل البسلة وكده وبعدها زهقت وقلت الاولاد بقى هم قاعدين فرطت لهم حاجة على الارض وقلت البنس بقى بناتي وكده قلت لهم ايه عيشوا بقى ايشوا بقى عقودوا فرطوا في البسلة دي انا على طول كلا منزل السوق اجيب كده ونص اجيب اتنين كيلو طبعا البسلة غليت للاول كانت اتنين كيلو جنيه. دلوقتي الكيلو ونص سبع عشرة. اه على قد ما تقدري تخزين بسلة وهي طرية. مش نشفة. عشان لو خزنتيها وهي نشفة تبقى طعمها مش حلوة خالص. تخزينها في الوقت دوريت وتكوني خزنتها قبل كده كمان. عشان تبقى حلوة. يعني انا بنزل اجيب بسلة بنزل اجيب حضار بجيب زيادة عشان احطه في الفليزة. يعني عنك طماطم. الطماطم هي رخيصة. تجيب تلاتة كيلو. تستخدم ان انت عايزاو النقل المستوية وتحطيها في الفليزة. نفس النظام كده. لو كل مرة تجيبي اما تنزل السوب تجيبي اتنين كيلو بسلة وتحطيه في الفليزة. الفليزة عندك عايبقى الحاجة عندك بكتير جدا. وتنفعك في اي وقت انت معايش فلس تطلعه وتعمله على طول. معلش بقى لو في الصوت ده وشأولي حاجة عشان عيالي بيلعبه بقى. معنا بصلتين كده بشرط بصلتين كبار. وعليهم فلفل اخضر. وعليهم طبعا شطة. وفلفل اصمر وملح. طبعا انا بحب البهارات بحب بحط بهارات لحمة. وبحط جسط طيب. وكده على اللحمة بالزات بتدي طعم منك حلوة جدا. وفيه طبعا فيه حباهين مطحون بتجيبيه من عند العطار. بتحط منه برضو. بيكون اللحمة حلوة. آآ كمان بس انا جوزي بقاش بيحب البهارات على اللحمة او. طبعا اللحمة زي حمره وانا عايزي طبعا تديها طعم ده سامة حلو. وكملت بقى طعمها ريزيز جدا. بتحطي سامنا بلدي. نص معلقة سامنا بلدي على الحوابش. جرابي كده احطي نص معلقة سامنا بلدي على الحوابش. بجد بتفرق في الطعم جدا. والله بتفرق في الطعم. حطي نص تفرق في اللحمة جيدة تدخل اللحمة جيدة مع البصل تدخل كل المكونات مع بعض لا أحب اللحمة المستوردة لا أحب اللحمة المجمدة عندما يقولون علىها مصطوردة مصطوردة وهي مصطوردة لانك تكون بنتيجي من بير جيدة الاستباح على بير جيدة لحوم المجمدة لديت العيش كده فتحته من ايه حته صغيره بس حته ابدا الليته تفتحي كده نص فتحة كده بسيطة واحدة حبة زيت واعلمه لحبة الزيت دول فلفل قصمر على الزيت حبة فلفل قصمر يا بني عشان يدي تطعيمها حلوة جدا للعيش ويبقى طعم ملازيز وحلو قوي يعني اي حاجة تعملي بيها مش شرطة تشتري عيش بقى يروح المغبز بطول عايزة عايش فتح شوية عشان اعمله فيه حواوشي لأ العيش ده كان طاري وجمين جزي كان لسه جايبوا من المغبز ومن نزل وكده قلتول ما عنديش عيش وخدوا البطاقة التومين ونزل جيب لي العيش وكده بس هو بيجيبوش من منطقة عندي بيجيبوهم مكان برا وكده هو جاي من الشغل وطاري وكده وقلت خلاص اعمل بالنهار ده بقى وانا كده 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 هتكوريها كورة كده وتفريدي معلش لو سمعتوا اي دوشة انا عندي الاولاد برا بيلعبوا كانهم مش بيلعبوا كانهم بيتعاركوا والله بالصول يعني لو حد تحتية لو حد في الشقة اللي تحت اكنا عطفش من زمان والله العظيم بسبب جاريوهم طول الليل يعني ممكن بنامو الساعة اتنين تلاتة ساعة جاريوهم طرايحين جايين في الشقة ربنا يعيني بجد على تربيتهم التربية صعبة جدا بس اهم احبار لكم وعملوا لايك زي ما انتم شايفين تعملوا كورة كده وتفرضوا كده عشان يتفرد على طول في الرغيف اعايز اقول لك حاجة اوعي تشهادي شهادة زور اوعي تش متي في حد الشماتة وحشة بالله عليك اوعي تش متة في حد الكلمة دي اللي انا عايز اقولها لاي حد اوعي تش متة في حد الشماتة وحشة اوعي تشهادة زور لو انت شفت الحاجة وواحد حد جي قال لك تعالي اش هدي معي دي عملت كزا وهي اس Aujourd�� prot wraps اوعي اوعي تشهدش هذا زور اوعي تشماتي في حد اوعي تشماتي في سلفتك اوعي تشماتي في حد زعلان ماء هي وهي وجوزها زعلانين مع بعض او هي وسلفتها متخصمين اوعي تشماتي اوعي تشماتي اشتباتها وعشة انا شفت كتير كان بيحصل معي مشاكل كتير معي انا وجوزي وكده وبلاقي اللي بيشمت فيا والله العزيز وتلاقي اللي بيشمت فيا معدري كنت بادري اقول يا رب حزب الله هو نعم الوكيل بيشمت فيه معذر دلوقتي مش عقولك بيحصل معاهم حاجات بس أنا فوضت أمر لله عز وجل عمره مش عمت في حد بس العايز يشمت فيه يشمت فيه بس بقولك اقوعد يشمته في حد اذع لأي حد زعلان مع امراضه زعلان مع سيفيته زعلان مع حماته ادعي لها اهدلها الحال اقوعد يشمت في حد مش هيجيلك يوم والله الدنيا دوره كما تدينه تدينه وبعد حين اديانه لا يموت افعل يا ابن ادم كما شيء كما تدينه تدينه وبعد حين قلت اقولكو بس عشان ايه ايه انا عليا قلت يعني خلاص خدته بالنصيحة خدته مخدتوش انا برضك قلت ايه اللي عليا ايه كتبعا انا طلعت جوافة من فليزر طبعا بصوا الحاجة اللي متخزينها بتنفعك ازاي بتنفعني في اي وقت كده انا ايه بحط بقى ايه ممكن تضربيها تحطها على الجوافة زيت شوية لبر او ممكن تضربيها بالمية وخلاص بس لما تحط لها لبن بتكون تعمل حلو يعني مفيدة جدا ومغزية طبعا انا صايمة كمان قلت ايه ايه اشرب الاولاد وكمان بنتك اترايح حدس قلت اعمل لها ايه اشرب العصير ده قلت عشان انا ممكن اتأخر ايه ومنحقش الفطار لازم اعمل العصير واعمل كل حاجة قبل ممشي قلت لازم قبل ممشي اعمل كل حاجة بس الحوابش وكده لحد قبل بنيجي انا جيت بالزبط قبل المغرب بنفس ساعة كان الاكل يستوي كان الحوابش بتاعي يستوي طبعا كده الكروم خلاص اه برد حضرت وفتحت المية قلت اقطعه معاك وكده والله اليوم لما بيكون بصحة بدر وخلاص الوراي برتاح وبيكون يوم طويل والله الشغل البدرية منسية صح واللي بتبادي فيه بتصباح فيه كل يوم بتخسل مواين كل يوم بتنشري كل يوم بتعدلي فرشة كل يوم بتذكر الاولاي كل يوم بتتغير البيب اللي معاك كل يوم زن 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 كل يوم اسكت يا بني اسكت يا حبيبي صح اللي بتبادي فيه بتصباحي فيه انت نمتي خلصت لورك طول النهار عشان تدعي بقى ربنا يقويك كان سيدنا محمد دخل على بنته وكده وهي تعبانة وقالت له انا عايزة خادمة تخدمني وكده رد الله انا دلك بقى على احسن حاجة تقوليها تقويك طول النهار وتدك كوة وتدك صحة تصل الكيام الليل وتذكر ربنا تسبحي 35 وكبري 30 تسبحت 35 وتكبري ربنا 30 وتستغفر ربنا حاجة واربعين حاجة واربعين كده يعني تقومي قوي قبل ما تنامي تقولي لا تستغفر ربنا سبحان الله العظيم وتقولي الله أكبر وتقولي استغفر الله العظيم عايدك كوة تصحي الصبح بقى عندك كوة وماش حسيش بأي تعب خالص يعني احنا اللي انا بعمله على طول كل يوم باستغفر ربنا بالمنام واسكر الله عز وجل عشان اصحي الصبح ربنا يقويلي على تربيت عيالي وعلى شغل البيت اعملي كده واستغفري عشان تربنا يقويلي على شغل البيت طبعا قطعت الكرم بكده وشغلت قلت اشغل الغسيل انا عليش بألك معاكم شوية بس بدكم النصيحة يعني استغفروا كتير بس يا مم كاكا 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 انا عبين ساعدة بيعي طبعا انا بقولكم هنا انا حطيت البقى بستخدم اريال والمعيور ده طبعا فيه مية فيه مية وخمسين كده انا طبعا لو الغسيل مش نضيفه كده بحط ايه بملع على الاخره مية وخمسين لو الغسيل مش قوي يعني بحطه مية بحب استخدم اريال جدا اريال جل حلو قوي 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 فرحته انصح اي حد يستخدمه رحته جميلة جدا وطبعا عشان انا جزي بيجي غلي من الكارفر وكده بخمسة وستين بستين جنيه بستين بيتباعه ده في المنطقة عندي بخمسة وسبعين جنيه الفرق قد دي خمس وشر جنيه حلو طبعا انا حطيت اللي شغلت بتقسير وقلت اخش اسايا بقى البلكونة عشان انا احب ايه وانا بنشر كده يبقى البلكونة مضيفة وما فياش اي حاجة بس الجو كان غيم خلوس دي انا كانت على المطر بس انا ايه بنشر في المنشر اللي جوه انا على طول بحط الجركن في البلكونة الجركن مليا المياه او ما بخش كده لقي البلكونة بس بانت ايه كانت مشمرها زي بتعمل معي على طول بنشر وكده بسي لازم انا حط الجركن على طول ايه في البلكونة في الوقت ده بس انت بقى كترايحة الدرس وكده وانا كنت ماشية معيها كمان يعني كنت ماشية معيها طبعا جيت الحمد لله جيت بدري وديتها الدرس وجيت بدري يعني بزبط قابليها من نسي ساعة حطت الاكل في الفرن وقلت بقى ايه اخذ ايه اواريكل بسلة بقى غسلتها كويس واحطتها في العلم دي دي انا ما بحبش احط عليها جزره انا ما بجي خزينه بحب احط لها بسلة بقى حط بسلة بس وجزر كده كده ايه موجود صيفه في الشتاء او كده عشانا انا خليبا لكم بحب احط البسلة بدل ما عمل صنية فراخ بالبطاطس اعمل صنية فراخ بالبسلة بتكون طعمة حلو قوي وكمان قطحت الكوروم بكده يعني زبطي زبطي الراسة كده وتحطيها في العلب انا بحب احط في العلب انا ما عنديش طبعا مكان فريزر وما عنديش فريزر غير فريزر التلاجة بس انا بخذل ايه الحاجات الي زي دي عند امي امي عندها فريزر كبير ومولاد اخو honesty يو كده بخذ QUE اهلي كده ربنا يوسخ علي واجب فليزر نفس اجيب فليزر نفس اجيب حاجات كتنة بس انا بحب الفريزر الي شبه بالتلاجة العمودي ده احبش الفريزر بقى بحبش الفريزر التالي الي شبه بالتاع الايس كريم وكده لو بتاع الجيلات والايس كريم بحب الفريزر الي شبه بالتلاجة بيكون أحسن بحب أقسم مكان درج للفراخ درج للسمك درج للخضار درج تاني للعيش كده بحب أقسم يعني هنصح يا حد يجيب فريزر اللي شبه التلاجة ما يكونش شبه يجيط على الايس كريم بصد كده خلاص خزنت بقى البسلة وخزنت كل حاجة كده مشاء الله الكرم جميل جدا بصدت للصورة الصحابة كده وكمال قلت له كمال أوريكم زي نخزن البرتقان عشان تحتفظي بي بردك لمدة كام شهر في فريزر لما يحصلوش أي حاجة عشان تقشريه ما تفتحوش بقى عشان طبعا البرتقان في نسبة فيتامين سي وحمد الحمد ده لما بيتعرض للتلج بيكون تعمل مش حلو جدا لما تجد ضرابية ده فأنا متجد ضرابية أهو تخزيه نفس النظام ده كده وما تسيبوش يفك بقى هتحوط له حبة مية مية وتضرابية على طف الخلاط بصو كده خلاص بخلوش اللايك أم بحاجة اللايك طبعا وقال لكم وعملته كل ده وهو لسه كان لسه في الفرن جمي وكده خلاص الحمد لله المغرب كان فضوله بزدت خمس دقيق ويأزن خلاص كده الحوش بتاعنا خلاص الحمد لله طبعا أنا إيه فطرت وقلت إيه أوريكوا بقى المقطع الصغير ده أنا إيه كنت عاملة فطير بالتفاح حلوة جدا الفيديو طبعا مش كامل هنا أنا نزلته لكو خشوا شوفوه كامل على اليوتيوب طريقة عمل التفاح بالمغبوزات وكده طريقة سهلة جدا مغبوزات بالفاق أهو تشوفها قبل الفيديو ده بالضبط قبل الفيديو ده أنا قلت أن نزله لكو هو الأول وبعدها نزل لكو وبعدها الروتين سهل جدا شبه الوردة كده وجميل جدا والله العظيم وطريقتها حلوة لو مش عايزة تحط تفاح ما كنت أحطت أي حاجة تاني خليوش علي باللايك بقى مع السلامة